السؤال الثاني اللي وصلنا بيقول ايه؟ بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا كان عندي فراخ على السطح زي عادة المصيمة بيربوا كتير على السطح بعض الدواجد وكان موجود قطة ولها صغار القطة اكلت الفراخ فاخست الصغارة ونزلتهم مدخل البيت واسناء نزولهم من المدخل قطة صغيرة ماتت هل علي يا ذنب؟ افدنا بالله عليك يا شيخ علشان انا خايفة من ربنا خالص وندمانا اللي انت عملتي ده لو كان الاصل بيه مش انك انت تتخلصي وتقتلي هذي الفراخ الصغيرة فانت ما عملتش حاجة انت كل الحكاية كنت عايزة تنقلي فراخة هذي القطة من هذا المكان عشان تخرج وما تعتدش ان هي تبيت هنا وترجع للمكان ده تاني عشان ما ترجعش تاني تأكل الفراخ دي مرة تاني فتصرفك ده بانك انت نقلت اولاد القطة عشان ينزلوا في المكان تاني وما يرجعوش للمكان ده هو تصرف للحفاظ على نفس اخرى للحيوان وعلى نفس الفراخ فتصرفك ده كان لدفع المضرة دفع المفسدة وما كانش اصدك الازاء كما هو واضح من سؤال حضرتك ما كانش اصدك ان انت تقتلي الصغار للقطة دي وإلا كنت قتلتهم في السطح وده منظر بشع يعني الناس قال الله سبحانه وتعالى قال لي يجعل انسانا يتصرف بهذه القصة فهو ايه اللي حصل انت مكانش اصدك ده انت كل حكاب تنقلي الصغار هذه القطة الى مكان اخر لكي لا تعود الى هذا المكان وتفعل مثل ما فعلت بان هي تأكل الفراخ وبكده تروح ارواح حيوان موجود عندنا فاللي انت عملتيه ده كان الهدف منه دفع مفسدة قتل الحيوان فكان المقصود منه رحمة الحيوان ده اه الحيوان ده تعندك مصلحة تانية ان انت تتكلل بيت بتاعه وان ان انت ممكن تتبعيه وتتكلل اللحمه اه بس هو في الاخر خالص انت كن اصدك ان ايه ما يتكررش تاني ان القطة تأكل الفراخ مرة تانية فانت كان اصدك الحفاظ على هذا الحيوان من القتل فاللي انت عملتيه ده كان مقصدا حسنا والامور بمقاصدها فمقصدك الحسن ده اللي ترتب عليه انت ده معفو عنه اللي ترتب عليه بانك انت القطة دي ماتت لان انت ما كنتش قصده ده انت قصده فقط ان انت تنقليها ولذلك ما عليكش اثم وانت هنا لست اثمة وندمك ده انا بحبش اقول للناس ان هي ولا يهمك لا لا خالص اللي انت فيه ده وقت قد يكون من رقة القلب وقد يكون ده يحتاج الى ان انت تستغفري وبس عشان تحس بانك انت فعلت شيء يذهب من ذهنك صورة القط صغار القط ده اللي منهم واحدة ماتت فانت يمكن ان تستغفري لتطيب خاطرك لاني فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا فعشان تخسري قلبك من هذه الصورة اللي ممكن تكون مؤثرت في نفسياتك تستغفر ربنا وان شاء الله انت لا انت بتستغفر ربنا لكي يطيب خاطرك وتذهب هذه الصورة من ذهنك مش بتستغفري لانك انت فعلت معصية او زنب انت ما كانش عندك شيء لان انت فعلت فعل صحيح وما كانش المقصد منه فيه نوع من انواع التعدي على حرمة حياة الحيوانات